أصدرت وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن هذا البيان الآن بيان صدر من لجنة بحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد بوزارة الشباب والرياضة بشأن مؤثرة عبر وسائل الإعلام عن عدم استضافة الاتحاد المصري لكرة القدم لبطولة نهاية دورة أبطال أفريقيا المشارك بها النادي الأهلي وما صاحب ذلك من إقامتها بدولة الفريق المنافس الأمر الذي أخلى بمبدأ تكافؤ الفرص والله كويس حيث طلعت الوزارة هذه الأحداث عن كث وما أثرته في الشارع المصري من جدل كبير حول مدى أحقية الاتحاد المصري لكرة القدم في تنظيم نهاية بطولة دورة أبطال أفريقيا وبيان مدى أحقية النادي الأهلي المصري في طلب عقد المباراة النهائية داخل جمهورية مصر العربية أسوة بما قامت به دولة الفريق المنافس بأن استضافت المباراة على أرضها الأمر الذي أخلى بمبدأ تكافؤ الفرص كويس والله وفي هذا الإطار وفي ضوء الاختصاص المخول لوزارة الشباب والرياضة وفق أحكام الدستور وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 من ضرورة قيام وزارة الشباب والرياضة بالعمل على تطوير ممارسة الرياضة وتحسين صورتها في داخل ربوع الجمهورية واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لذلك فقد قامت الوزارة بإحالة الموضوع إلى اللجنة العليا لبحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد بالوزارة والمشكلة من أعضاء الجهات القضائية لبحث الملابثات التي أحاطت بذلك الأمر وتحديد المسئولية القانونية وحيث أن اللجنة بأشرت أعمالها وانتقلت إلى كل من الاتحاد المصري للكرة القدم والنادي الأهلي للرياضة البدنية وطلعت كافة المكاتبات الرسمية والإلكترونية الصادرة والواردة فضلا عن القيام ببعض التساؤلات والاستفسارات الرسمية لكل الطرفين حول الواقع وظروفها وملابساتها للوقوف على أوجه الحقيقة على نحو واضح ودقيق واستبقنا لها أنه في غضون شهر سبتمبر 2021 قيام الاتحاد المصري للكرة القدم بإرسال الشروط والضوابط الخاصة بالبطولة للأندية المشاركة به والتي تضمنت أن مباراة نهاء البطولة سوف تقام بنظام المباراة الواحدة الفاصلة بأحد الدول يحددها الاتحاد الإفريقي للكرة القدم حيث انتهت اللجنة أخزا مما وسعته الأوراق بعد بحث الأمر من كافة جوانبه إلى نتيجة مؤدها الات أولا أنه لم يتم إرسال ثمة مكتبات قبل يوم 28-22-22 وهو اليوم الأخير للتقدم بطلب للاتحاد الإفريقي للكرة القدم لتنظيم نهائي بطول الدور الأبطال ثانيا عدم قيام الاتحاد المصري للكرة القدم بتقديم ملف لاستضافة المباراة النهائية وإن كان هذا من حق الاتحاد أن يتجاهل استضافة مباراة البطولة إلا أن هذا الأمر يجد حده عند المصلحة العليا للبلاد في استضافة وتنظيم البطولات المختلفة في ضوء البنية التحتية الرياضية الموجودة حاليا والتي تؤهل الدولة المصرية لاستضافة العديد من البطولات العالمية والقرية في اللعبات المختلفة ثالثا أن الاتحاد المصري للكرة القدم وبالرغم من ورود رسائل البريد الإلكتروني لإيميلات من الاتحاد الأفريقي للكرة القدم بتاريخ 19-1-20-22 لبيان مدى رغبته في تنظيم نهائي هذه البطولة لم يقم بعرض هذا الأمر على مجلس إدارته بجلستيه المنعقدتين بتاريخ 15-2-20-22 وبتاريخ 21-2-20-22 وقبيل انتهاء المواعيد المحددة للرد على الاتحاد الإفريقي للكرة القدم في 28-2 حيث قام بعرض الخطاب المنوه عنه والخاص باستطلاع رأيه في استضافة نهاية البطولة على مجلس الإدارة بتاريخ كام؟ 10-4-20-22 كان عنده جلستين عقدهم في شهر فبراير قبل المعاد ما ينتهي لم يتم عرض الخطاب أو الموعد الخاص بدور الأبطال في الجلستين يعني كان عنده جلستين في فبراير قبل المعاد ما ينتهي في 28 فبراير رجع عرضوا إمتى؟ 10-2-20-22 هو ما عرضوش الحقيقة هو بعد جواب في 14-4 للوزارة لكن جلست 10-4-20-22 كنت تتمنى رد على الزميل إبراهيم فاي اللي عرض التزوير اللي تم عرض هذا سات الوزير علم اللجنة لم تشر أبدا إلى هذا التدليس الذي وقع في هذه الأوراق بعد فوات الموعيد المقررة الأمر الذي تنعقد معه المسئولية الفنية قبل الاتحاد المصري للكرة القدم في هذا الشان تجاه كل من النادي الأهلي والجمعية العمومية للاتحاد المصري للكرة القدم رابعا وبحيث أنه هو بتاريخ 14-24-22 خاطب الاتحاد المصري للكرة القدم وزارة الشباب والرياضة ولم يتناول هذا الخطاب من قريب أو بعيد طلب تنظيم دوري الأبطال وأن ما تم المخاطبة به فقط هو طلب الموافقة على استضافة البطولات الآتية نهاية كأس الكونفدريلية 2022 كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة في 2023 كأس الأمم الأفريقية للكرة الصلاة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية خامساً أن النادي الأهلي وبتاريخ عشر خمسة عشرين اتنين وعشرين وفور علمه بهذا الأمر بادر بمخاطبة الاتحاد المصري وكرة القدم لإعمال شؤونه والعمل على تدارك الأمر بالتنزيق مع الاتحاد الإفريقي ولكن دون جدوى وذلك لكون الموعيد المحددة لذلك كانت قد انقضت بمدة قد قاربت على الشهرين وحيث أنه وفي هذا المقام وبناء على ما سبق فإن اللجنة توضح ما يلي أنه بشأن ما يثار أنه كان يتعين على وزارة الشباب الرياضة أن تقوم باتخاذ إجراء من إجراءات سحب السقة من الاتحاد أو أي إجراء من هذا القبيل فإن ذلك الأمر يعد من الشأن الداخلي للاتحاد المصري لكرة القدم ممثلاً في جمعيته العمومية احتراماً للمواثيق الدولية وقانون الرياضة رقم 71 لسنة عشرين سبعتاشر وذلك حال كون هذا الأمر من الشؤون الفنية للاتحاد المصري لكرة القدم وليس من الأمور المالية التي تستوجب تدخل وزارة الشباب الرياضة والأمر في هذا الشأن متروك للجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن أما بخصوص مأسيرة من وجود مديونية على الاتحاد المصري لكرة القدم بمبلغ يقارب ستمائة مليون جنيه فقد تم تشكيل لجنة مالية فرعية لإعداد تقرير حول هذا الأمر والعرض على اللجنة الاتخاذ اللازم قانوناً في ضوء قانون الرياضة رقم 71 لسنة عشرين سبعتاشر واللائح المالية وبناء عليه تخلص اللجنة إلى الآتي أن المسؤول عن عدم استضافة مصر لمباراة نهاية دورة لأبطالة أفريقيا هو الاتحاد المصري لكرة القدم وذلك لعدم قيام الإدارة التنفيذية بالاتحاد بعرض الأمر في حينه حتى يتم اتخاذ القرار الملائم في ضوء ذلك وفقاً للاختصاصات المخولة للاتحاد التوصيات توصي اللجنة بالآتي قيام الاتحاد المصري لكرة القدم وقبل انطلاق منافسات الموسم المقبل علينا وعليكم بخير انسى يا أهل بوضع آليات معلنة بالتنسيق مع مختلف الأندية سواء في استضافة البطولات على أرض مصر أو الحضور الجمهيرة أو كافة الأمور التنظيمية التي من شأنها صون حقوق الأندية المصرية تجاه كافة المؤسسات الرياضية الدولية ضرورة قيام الاتحاد المصري لكرة القدم بالتنسيق مع الأندية المصرية المشاركة في البطولات القرية والعالمية قبل انطلاق منافساتها للتشاور بشأن كافة المتطلبات وخاصة ما يتعلق منها بالاستضافة سيما وأن هذا الأمر لا يتعارض مع اللوائح المحلية والقرية والدولية في هذا الشعب وضع الأليات الإدارية داخل أروخة الاتحاد المصري للكرة القدم التي تضمن الشفافية والسرعة ودقة العرض فيما يتعلق بالمكتبات وخاصة الدولية منها لعدم تكرار تلك الأخطاء مستقبلا مراعاة الأندية الرياضية التواصل مع اتحاد كرة القدم بشأن الرغبة في الاستضافة فور استلامها الضوابط والاشتراطات الخاصة بالمشاركة في المسابقات القرية والتي تارت قبل انطلاق المنافسات بوقت كافي